موسيقى دكتور هيناصر استستاذ بجراحة العيون ورئيس قسم العيون في مستشفى ودي النيل النهاردة هنتكلم مع ثمين الأطباء ونعرف عمليات تاريخ قرانية كراتو بلاستي كراتو بلاستي كراتو بلاستي كراتو بلاستي كراتو بلاستي كراتو كونس مثل مشاكل تحصل بعد عملات الماء البيضة مثل السوت وفاية كالكورنيا وكما نحن نعرف أن هناك أنواع كثير من التاريخ القرانية في اللاملر كراتو بلاستي وفي بنتراتين كراتو بلاستي اللاملر كراتو بلاستي تنشيل جزء من اللاملر كراتو جوائي من انتظر الكراتو بلاستي كراتو بلاستي او المشكلة بتبقى في الاندوثيليم فننترى نحن نشيل القرانية كلها ونجيب قرانية فيها اندوثيليم هالسي ونعرفين ناخد كده ولا كده بتاخد انترابت السوشر معها اول واحدية وبنشيل الغرص التي تعرفين بعد سنة الا اذا كان في استيجماتيزم عادي فنشيل الاستيجماتيزم الموجود الحقيقة فيه كمان نوع كتير وهو اللاميلر ده فيه نوع اسمه دلك ديب انتيرو اللاميل الكاتروبلاسي وطبعا زي ما انتم عارفين ده ممكن يتعمل مانيول بتريفاين وتعمل بالاربابل تكنيك نحن نهوى عشان نفصل اللاميلة من الدسمف ممبرين وبنتشيل وبعد كده نشيل الدسمف ممبرين من الدونر ونحط القرانية وفيه حاجات جديدة طبعا نعرفين نحن ساعات من اللوقتي فيه تكنيك جديدة لابن نحن نحاول نلزق القرانية واللاميلر في الدلك دي بالفايبرين جلو نحتاج طبعا اللاميلر دي بتبقى حيله وتبقى استجميله فيها قليل اما بين 13 كراتو بلاستي فطبعا اهم حاجة في 13 كراتو بلاستي ممكن تتعامل برضو بالتكنيك سالعادية اللي هي بالتريفاين والبنش او بتعمل بالليزر برضو بنعمل بالفيمتو اللي هنبنعمل القط بالفيمتو بحيث انه بقى تبقى معروفة في كذا طريقة للكرس تبقى ماشروم شاب تبقى دي اكتر واحدة معروفة عشان تبقى زي داخلة محشورة بحيث انها ما نحتاجش ناخده غراز كتير فيها كراتو بلاستي الاكتر حاجة فيها مشكلة اللي بتواجه الدكتور بعد العملية زي ما انتم عارفين الريجيكشن ودي بتختلف طبعا حسب الحلالة الثانية نتيجة الجرافت فاليير دي طبعا بتبقى الجرافت فاليير وممكن يكون ابيسيليا الريجيكشن او او فاليير من الكواليتي بتاعت الجرافت فالحقيقة من الحالات اللي نقاوزه متابعة بفترات طويلة علشان نشوف ان نتابع الريجيكشن ونتابع الرياكشن ونتابع الاستيجماتيزم اللي هو هتفيه تقريبا 10% محلا بيحصلها استيجماتيزم تماما بمفاوط مقطقي ان شاء الله شكرا بك اشتركوا في القناة